موسيقى 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 هذه الوقفة تقليداً لحق المرأة والذي تعرفوا بأنه هذا التقليد الذي قرأت المجزارة الرهيبة التي ترتكبت في المولايات المتحدة الأمريكية ضد العاملة في قطعة الناسيج وبالتالي فأصبحت اليوم هذا تخلده الأسرة الدولية للمطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء ولمناهضة كافة أشكال تمييز القائم على الجنس كنخلدوا هذه الدكرة اليوم هذا في الوقت لجائحة أرخط بضلالها بشكل كبير على النساء المغربيات فنسبة البطالة وصلت إلى 69% كما أنه الأكثر تضروراً هذه السنة من الجائحة هنا النساء كما أن هناك مطالب متعددة بتغيير الجدري لمدونة الأسرة بل ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة رسمية إلى اعتبار مدونة الأسرة حالية هي معيق أمام تنمية وأمام إقرار المساول كما أن هذه السنة تأتي في طلد السريحات العديدة للعاملات ونعطي مثال دي المراكش هناك عاملات معتصمات منذ تسعة شهر في مجمع الباجا في منطقة الناخيل العاملات وعمال معتصمين دي السبعة دي الفناديق معتصمين في شارع فرنسا للتردوم من مجموعة دي الفناديق إذن إحنا هنا اليوم باش نقولوا كفاء من انتهاك حقوق النساء كفاء من التمييز نعم للمساواة في جميع المستويات نعم لتغيير مدونة الحوالي الشخصية نعم لمطابقة القوانين الديولية ديالنا لمطابقة القوانين المحلية مع الشريعة المحلية التي صادق عليها المغرب لا للعنف ضد النساء اللي تسعودوا ستين في المئة كذلك من النساء يتعرضن للعنف حسب المندوبية السامية التي تخطيت وهذا رقم فضيع كما أنه يجب فسح المجال للمرأة لتقلود المناصب العامة ماشي فقط في الوزارات ولكن في جميع المؤسسات أنه خصنا الوصل المناصفة في تقلود المناصب العامة وشكرا هذا اليوم النضالي تحتى تراجعات لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي تراجعات ليها خطيرة على المستوى الدولي والإقليمي كانت تراجعات على المستوى الدولي بالخصوص كانت تراجعات اقتصادية واجتماعية تراجعات اقتصادية واجتماعية بسبب السياسات سياسات الرأسمالية المتوحيشة المطبعة في المزيد من سليع الخدمات والسليع الخدمات الذي أدى إلى عدم إقرار حقوق المساوات بين الجنسين على المستوى القري كانت تراجعات خاطرة على المستوى الحقوق السياسية والمدنية حيث تم اعتقال عدة ناشطات نسويات لا على مستوى دول الجزائر ولا مصر ولا السودان على المستوى الوطني هناك تراجعات خاطرة وخطرة جدا على مستوى الحقوق الاقتصادية والإجتماعية زادتها زادت طينوبلا للطوارئ الصحية التي بقت مستمرة إلى حد الآن حيث كان ارتفاع الأسعار وتراجعات خاطرة على مستوى الترد تراجعات خاطرة على المستوى الاجتماعي لا على مستوى الصحة لا على مستوى التاليم لا على مستوى الحق في الساكن وكانت لزمال حصة الأسد دائما زمال المرأة التي تكون تتعاني منها لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس